موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وطلابي وأعزائي يتجددوا اللقاء على منصتكم التعليمية درس خصوصي ودرسنا اليوم محل الدراسة هو فرع النحو أسلوب المتح والزم بعد ما انتهينا من البدل والمنادة اليوم ندرس المدح والزم المدح والزم أسلوب المدح والزم له خصوصية وله شكل خاص في اللغة العربية نجد أن له تكوين خاص وله شكل خاص وعلى هذه الشاكلة نسير هنبدأ هنشوف هو إيه متح وإيه زم المدح هو استحسان أمر يستحق المدح شيء معين يستحق المدح فأنت تقوم بمدحه بهذه الطريقة اللي قدمها العرب في عملية المدح إنه استخدم فعلان مخصوصان لهذا الأمر هو نعمة وحب ذا نعمة وحب ذا حب ذا والفعلي أو الأفعال الثانية الخاصة بالذم ألا وهي لاستهجان أمر ما يستحق الذم يستحق الهجاء يستحق السباب مثال بئسة وساءة ولا حب ذا التكوين الخاص بسلوب المتح والذم أولا نبدأ بفعل المتح أو الذم نعمة وحب ذا وبئسة وساءة ولا حب ذا بعد الفعل يأتي نعم الفاعل فاعل ليس لأي فعل هو خاص بفعل المتح أو الذم ثم بعد ذلك الجملة دي أنشئت لسبب ما لأمر خاص ألا وهو أن أنت هتشتم شيء معين أو تمدح شيء معين صفة أو أمر في شخص أو في أي حاجة عمتا أنت أقمت لها هذه الجملة أو من أجلها عشان تسبها أو تمدحها في شيء معين في نواحي الحياة أو في كل المجالات أقمت هذه الجملة لأجل المخصوص بالمتح أو الذم يبقى إذن الجملة في أسلوبي المتح والذم تكون أو تبدأ بفعل المتح فاعل المتح المخصوص بالمتح أو فعل الذم أو فاعل الذم أو المخصوص بالذم طيب له أشكال مختلفة أم له شكل واحد تعالوا شوف لو إحنا قلنا مثلا الأمر الأول هو نعمة الصفة الصبر بئس القول السباب تعالوا شوفوا الجملة بتاعتنا أول حاجة عندنا موجودة عندنا وإحنا شفناها في التكوين ألا وهي نعمة نعمة دي إحنا قلنا عليها قبل كده يا أولاد إيه فاعل المتح أو الذم يبقى نعمة فاعل متح أو الذم يبقى متح طيب بئسة ذم طيب الصفة أو القول رقم اتنين عندنا هيبقى إيه بعد الفعل يأتي أيوة الفاعل بالنسبة للنعمة هيبقى فاعل المتح وفاعل إليه الذم طيب يا أستاذ كيف نعرف كلمة نعمة أو بئسة عندما تأتي في أول الجملة بهذه الطريقة نعمة ما أو بئسة هل هذا الفعل له شكل آخر؟ تعالوا نشوف ينفع وليا نعم الصفة لا ما ينفعش طيب نعم الصفة لا ما ينفعش نعمة الصفة بس هذا التركيب لا يأتي إلا بهذه الشكلة يعني هو جامد لا يأتي مضارع ولا يأتي أمر يأتي فقط فعل ماضن يعني فعل ماضن جامد فعل ماضن إيه جامد يعني هو يأتي فقط ماضن جامد ليس له شكل إلا الفعل الماضي بعد ذلك هنجد إن فيه فعل هل بعد الفعل يأتي مفعول به؟ تعالوا نشوف نعمة الصفة الصبر طيب لو كان ده مفعول به ليه الصبر أنا هقول الصبر ولا الصبرة؟ بالضبط يبقى هقول الصبرة يبقى إذن ما لم أجد المفعول به وهنا الجملة وأي جملة يأتي فيها نعمة وبئسة لا يمكن أن تجد المفعول به إذن هو فعل لازم ولا متعدي وما معنى اللازم وما معنى المتعدي الفعل اللازم هو الذي يلزم فاعله لا ما بيتعداش الفاعل ما بيروحش للمفعول به طيب الفعل المتعدي هو اللي بيتعدى الفاعل وبيروح للمفعول به عشان ينصبه طيب يا أستاذ هنا في مفعول به مفيش يبقى ده فعل لازم إذن فعل ماضن جامد وعرفنا ليه لازم برضو وعرفنا ليه هنجيب بقى الإعراب بتاعنا نعمة مبنية على الفتح وهذا النطق الأوضح واللي بييجي على طول بهذا الشكل للمتح لو كان نعمة وبئسة لو كان للذن إذن هذا هو الإعراب الثابت الغير متغير في جزء الفعل نيجي للفعل النعمة الصفة أو بئسة القول كلمة الصفة أو كلمة القول فيها ألف ولام وهنا فيها ألف ولام إذن نعمة ثابتة والمتغير عندنا الفاعل أكيد هو اللي يتغير ليه أنا متوقع أنه يتغير لأن أنا قلت لك أنه ما فيه شكل تاني البئسة ونعمة يبقى إذن فيه ثبوت في حالة فيه شكل فيه وضع الفعل بتاع المتح أو الذنب إذن المتغير هو الفاعل الفاعل هنا فيه ألف ولام يبقى جي مباشرة وصريح ومنطوق نعمة القول أو نعمة الصفة إذن هو الفاعل فاعل مرفوعا ترفعه الصبر أو السباب هاتان الكلمتان اللي من أجلهما أنا أقمت هذه الجملة يبقى هو دا المخصوص بتاعنا بالمتح أو بالذنب طيب ممكن أقول الصبر نعمة صفة أو نعمة صفة الصبر طيب يبقى هنا أقدر أحذر وفزر وأقول إن الصبر دي تعرب إيه مفيش حاجة اسمها إعراب مخصوص أنا لما جا أقول لك هاتلي مخصوص تجيبهولي لأنه موقعه في آخر أو في أول الجملة اللي فيها متح أو فيها ذنب لكن لما جا أقول لك إعرابه دا إيه وحط لك تحتيه خط تقولي بقى الإعراب السليم بتاعه أنا بقول لك ممكن يبقى في أول الجملة يبقى يعرى بإيه اسمه جايف أول الجملة يعرى بإيه يعرى مبتدأ يبقى مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة إذا جاء في أول الجملة وتحديدا إنه مخصوص بالمتح أو بالذنب حسب الفعل الموجود عندك طيب لو أنا جبته في آخر الجملة هقول إيه ليه إعرابيه الإعرابي الأول إنه إحنا نقول مبتدأ بس مؤخر مبتدأ يبقى إيه مؤخر طب معنى كده يا أستاذ لو أنا قلت الصبر مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة نعمة فعل وصفته فاعل بقى دي جملة إيه جملة فعلية في محل رفع خبر الصبر المبتدأ بتاعنا معنى كده إن نعمة صفته أو بئس القوله عمتا هي جملة فعلية وقعت محل الخبر لو في هذه الحالة جيف أول الكلام يبقى مقدم يبقى إيذن الصبر مبتدأ مؤخر أو خبر اللي مبتدأ محزوف ممكن نقول نعمة الصفته طيب الصفته دي هي الصبر هي ليه الصبر طيب هي دي يا أستاذ أنا جبتها من جيبي ولا إيه اللي حصل هي دي أولاد بنقول عليها جاية أو فصرها الفعل فبنقول هي وبعد كده أقول الصبر طيب لو أنا قلت هي الصبر حاجة ثابتة لا تتغيرها تيجي عندك في الامتحانات كتير قوي يمكن يقول لك هو النجاح هو العمل يبقى العمل يعرب إيه هو ضمير يعني معرفة والعمل اسم معرف بقل يبقى مفروض معرفة معرفة تعرب المعرفة التانية إيه تعرب نعت لا مش صحيح في الحالة دي مش صحيح لإني الضمير لا يوصف هو ضمير هو بيتكلم عن شخص تاني ويقول لك هو النجاح مثلا يبقى النجاح دي هتعرب إيه أستاذ أزم أنت خلاص قسرت لي أو هدمت لي الفكرة دي إن لبعد الضمير لا يأتي أبدا ولا يأتي مطلقا نعتا لا يأتي نعتم مطلقا يبقى يعرب إيه يعرب خبر يعرب خبر مرفوع علامة رفعي للضم النوع التاني على حسب الفاعل برضه تعالوا نشوف كده نعمة خلق المرئي الوفاء أو بئس رفيق السوءي القائم خلاص بئسة احنا عرفنا والنعمة وبئسة احنا عرفنا عربة خلاص فعل ماضي مبني على الفتح جامد لازم للمتح أو الذم طيب خلق ما هي جد على طول ومباشرة وهي صريحة بعد نعمة أو بئسة يبقى يعرب إيه الفاعل يبقى نعمة خلقه أو بئسة رفيقه يبقى دي فاعل مرفوع علامة رفعي للضم طيب السوق أو المرأة تعرب إيه خلق نكرة والمرء معرفة يبقى المرء تعرب إيه مضاف إليه مجروع علامة جره أيوة الكسرة يبقى احنا كده يا شباب شفنا النوع التاني إن الفاعل قد يأتي نكرة مضاف إلى ما فيه قال أو مضاف إلى معرفة حسب ما يأتي لك انت هديبه من القطعة بئسة رفيق السوقي الخائن الخائن تعرب إيه احنا عرفنا إعرابها السابت إن هي مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محزوف قد تأتي في أول الجملة لا مانع يعني ممكن يقول الوفاء ونعمة خلق المرء أو نعمة خلق المرء الوفاء وسبتنا عندنا لنعمة خلق المرء دي جملة فعلية وقعت نحل الخبر يبقى إيه إحنا خلاص شفنا كل الإعرابات الشكل التاني أو النوع التاني للفاعل إحنا نقسم أنواع بئسة ونعمة أو أسلوب المتح والذم عن طريق الفاعل لا عن طريق بئسة أو نعمة أو ساءة طيب لها أستاذ لأنها سابتة جامدة لازمة لا تتغير شكلها سابت جامد طيب نضاف إلى ما فيه قال ده بالنسبة لخلق المرء أو رفيق السوق طيب فيه شكل تاني أو فيه شكل تالت ألا وهو ممكن نقول من أو ما الموصولتان نقول إيه نقول نعمة من تصاحبه الوفي نعمة من تصاحبه الوفي أو نعمة ما تفعله مساعدة المحتاجين واحدة واحدة نعمة فعل ماضي جامد لازم مبني على الفتح طيب نعمة للمتح واللزم يبقى للمتح طيب من جد بعد نعمة ده اسمه وصول يبقى هو ده اللي هياخد العراب الفاعل يبقى اسمه وصول مبني على السكون من مبني على السكون يمحل رفع فاعل طيب تصاحبه دي جملة فعلية جاية بعد من باسمها جملة الصلة التي تفصل بين الفاعل والمخصوص اللي هو الوفي اللي يجي في اخر الجملة بتاعتك طيب يا أستاذ نعمة من تصاحبه يبقى الهاء دي عيدة على من عيدة على كلمة من اللي هو الفاعل بتاعنا اللي هو الاسم الموصول طيب إيه بعد كده هيجي لك مرة واحدة اللي هو المخصوص بالمتح والزم اللي هو كلمة الوفي الوفي بعد كده نعمة ما تفعله مساعدة المحتاجين لازم تاخد بالا في الجملة دي من نقطة هامة ألا وهي نعمة خلاص احنا عارفين عربها ما اسم الموصول بمعنى الذي ومن اسم الموصول بمعنى الذي طيب إيه الفرق ببن ما وبن من تعال نشوف الجملة هنا نعمة من انتوا صاحبه الوفي بتكلم عن حاجة عاقلة عن شخص ولا لا يعني بتكلم عن شخص يبقى من للعاقل طيب لو قلت لك نعمة ما تفعله مساعدة المحتاجين مساعدة المحتاجين دي شخص لا ده هي شيء غير الإنسان إذن فهي لغير وقل طيب مساعدة المحتاجين مساعدة ولا المحتاجين هي المخصوص بالمدحة والزم هي مساعدة المحتاجين كلها المخصوص بالمتح هنا في الجملة طيب أفهمها إزاي أو أعرفها إزاي هقولك هي جات كلمتين مضاف ومضاف إليه تم المعرفة ممكن تيجي فيها ألف ولام طيب شلت الألف ولام يبقى تحتاج إلى مضاف إليها عشان تحددها يبقى نقولي مساعدة المحتاجين طيب أنا عايزة كلمة واحدة أقولي المساعدة بس إذا قلت مساعدته يبقى هي مساعدة اللي تاخد الإعراب والمحتاجين مضاف إليه يبقى مساعدته مخصوصة هو بالمتح ماله مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ محزور والمحتاجين مضاف إليه مجروعة من جره في الإيه إليه طيب إذن قد يحزف من الجملة بتاعتنا المخصوص بالمتح أو الزم ممكن يحصل الكلام ده ممكن يحصل وديه نقطة هامة جدا لازم تاخد بالك منه أنا ممكن أقولك نعمة عاقبة المتقين أنا مش لازم أكمل طب ليه أصلا أنا فهمها قد يفهموا المخصوص من الكلام قد يفهموا المخصوص من الكلام لذلك من الممكن أن أحذفه فأنا أكتب معكم وقولكم نعمة عاقبة المتقين إيه الجن تو إذن قد يفهم المخصوص لأنه مفهوم من الكلام لذلك ممكن نهذفه وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الجزء الأول في المخصوص بالمتح أو الزم أو أسلوب المتح والزم وسنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا لكم